ذكر نحكيو لنا لفريق اليوم المقابلة مع مستقبل السليمين فخاصة بالمقابلة لفريقي اليوم بعد 8 جولات في صدرات الترتيب معناتLI أبداية ممتازة للفريق في الموسم هذئة بالطبع بداية ممتازة الترتيب بالنسبة لي لنا في الفترة هذية تقع تعصع الترتيب ولم تخممش عليه برشا لان الفاسة رتوره بالنسبة لي لنا تكون قريب في المرتبة الثالثة الأولى والفاسة رتورة اللي تأسب الترتيب اللي هو فالفاسة له تبدأ تحذر في الفريق متاعك باش في الفاصل وتور يسهل لك الكل شي المردود مع انت شوفنا اللي الناس كل كانت متخاب وفهم الفريق يقول لك ما يلعب كان بجماهير متاعه وصحيح مع انت الموتيفاسون انت جمهور الكلوب ما تتوصفش بالطريقة اللي العبادة تعرفها لانه اللي يكون في التيران والعب في الكلوب يفهم مع فريق سليمان عنده مدارب شاب وعنده فريق ممتاز كانت الاغلبية كانت خايفة مباراة ينجم نقول لك اللي مباراة سليمان ما كانش بها ينجم نقول لك لا بالعكس نقول لك كانت فما برشا كما في الهدف له فما برشا خبث من ايت مالك خطرة نوعا ما نومت المدافع ومبعد رجع عليه الفريق كان ممتاز الحاجة اللي كانت خير واحسن اللي هو ديما في العالم مجمع ومالك يعرف التهديف هو الكل قدمة مركي قدمة تكون ستابل قدمة تخدم على المستقبل نجم نقوله زوز هداف قبلة من الدفريقي فما بالنسبة لي انا غياب المدافع اللي بي بصراحة في الدفاع الندفريقي كي يغيب هو التولي مع ستابل الدفاع لانه تلقى مدافعين ممتازين لكن هو شاف دوركستر للتالي وباهي كي تقبل الهداف وانت تكون ربح مش تعرف غلاطك ما تشوفش المشكلة ما كانش في المحور اكثر من اللي مثلا البيفو خاصة في الهدف لول غياب التغطية الليزمة على الملعبية اللي تعطي فاس اخرى نجم صحيح صحيح موجود الغلطة هذية كانت موجودة لكن ديما شوف المحور الدفاع وتاج او العب في الدفاع ويعرف كيكون عندك اكسيال يتكلم مليح ويوصل معلومة مليح وفايق فايق فايق بيتم معنى الكلمة وانا اعمل اللقطة هو في صابة معز حسن ما انت بلزم برش خبرة بيش ما خليش يشوف ساقه معنى فايق بيتم معنى كورة فايق بيتم معنى اللي عنده في صقيه ساعات تلقى اللعب متوسط في صقيه وفايق تستحقه من جميع مش ناحية هذا عنده الزوز معنى ومن حقه المدارة بيش يرتحه بيش يجرب بيش يدور ليفكتيف هانا قلنا ما قلنا التغييرات برش تصير هوا عاود صار التغييرات والمردود كان ممتاز مع فايق سليمان كان ممتاز جدا مدار بتاعه بصراحة مخافش العب عالي ياسر من اللي بدأت مباراة حتى يقبل الهداف قاعد يلعب في السيستيم ما هو بيده صار باش اقلق لنادي الفريقي لكن الحاجة اللي تحسنت في النادي الفريقي اللي ولل شانجمان دريت لي مولا بلي رابيد من وسط للهجوم اه اربع هداف ممتازين عنده مده ندي الفريق لم نسجدش الهداف بالنوع هذا اه ما شفي خطاة ثابتة و المردود ما ممتاز جدا بالنسبالي أنا مع ممتاز جدا ومباهيتك ممتاز جدا ممتاز جدا نعفف قاد نقول هنجاوبك عليها نجاوبك عليها من حقه نقول ممتاز جدا مردود ممتاز جداً ألا يقولون يحكم للعاقبة ويقوم في الورد الفريق ممتاز في الوقفة في الوريد في الريال انا واحد من الناس المردود ممتاز جداً ونرى نادي الفريقي ولكن نفس المباراة وتحدثنا عن النجم السعلي لكما نقول بشكل حالي ممتاز جداً ونتحدث على المباراة تسعين دقيقة نحن قمت بحثتكم لا لا ممتاز جدا حتى البرسة والسيتي اللي حكيت عليه من انتي مردودهم وادائهم في نهاية الاسبوع ما كانش ممتاز جدا كان مقبول جدا وكهو انا في تقديري اهم حاجة واهم استنتاج بالنسبة الى النادي الافريقي اللي هو في صدارة الترتيب الان وعاد معناته الى تحقيق الانتصارات وهذه اهم حاجة مردود النادي الافريقي كان مقبول عموما وكان ربما ممتاز خاصة في الشوطة الاول اقبل ما يسجل النادي الافريقي معناته ثلاث هداف اللي في عقلية دائما اللاعب التونسي انه سجل ثلاث هداف واللزوز هداف ديما تقعد في ذهنته وانه يحافظ على سكور اكثر من انه يدعمه الملاحظات الابرز بخصوص النادي الافريقي انه ما زال المدرب يبحث على التشكيل يعني المثالي الى حداش الانز تيب اللي هما يزمهم يرعبو شاك ماتش هذي لربما ما ملقاش المدرب الى حاد انا ما نوافقكش برشا احمد خاطر حسب تصريحاته هو يقولك موش يبحث مانا يقولك في استراتيجي متاعه في الفلسفان متاعه عنده الطريق يحب الملاعبية لكل كونسرنية اثنان عشر لاعب العب حتى لطول من بداية الموسم المثمنتاش كانوا اساسيين في الفريق معناتها موش مدرب قاعد يلاوج مدرب هذيك الفلسفان متاعه يحب يبدل كل ماتش بون ناشحة فاشلة هذي تحكي فيه؟ ما احنا نحكيه في المطلق وفي اللي معناتها انتلاقا من اللي نشوفه فيه معناتها في العالم وفي كورة القدم انه دائما من المستحسن ومن الافضل انه فما تكونه عندك حداش عدا من اجل خلق اللحمة ولوتوماتيزم وديكمبنيزون سيرو والملاعب حتى قبل ما يعطي كورة يعرف ملاعبية تحرك هذي حسب شكون من الافضل ومن المستحسن معنا حسب شنو؟ حسب اللي قاعدين خبرتنا اللي نشوفه فيه معنا تعالي معلمة عقود في كورة القدم ما تشوفش انه نخليه يكمل يخدم بالفلسفة متاعه وبعض يكون تقييم سوى ليه وإلا عليه هو دي جاه يخدم على روحه وإحنا راهو كي نحكيه لا ننعرقله فيه لا ننبر عليه لا ندبر عليه اما انتي لا قاعد من احنا نجيبنا هنا مو بيش نحله ولا لا مش نعطيه وراينا وراينا راهو ملزم حتى الحد وراينا معناته ما هوش رأي بضروري علمي ولا هو مجرد رأي اش حبيت نقول لك احمد قلتك مدام النتيجة ماشية معاه معناه هو صحيح احنا تعودنا احنا تعودنا المداري بيكون عنده تشكيلة واضحة ثابتة لكن هيدا عنده فلسفة اخرى النتيجة ماشية مع النادي الافريقي الى حد الان اما ما وزال ما وصلش النادي الافريقي الى مرحلة انه كل منافس يحطوا في تركينا ما يخلطش الصناع هاي لا هان يقول لك احنا قاعدين القائم وفلي موجود حتى سيزوع شفت حتى تزمو طولة النادي الافريقي ما تخلطش رأي مو سهل كيفاش كان كيفاش وليه معانا انت تناجم بتحكي على الفين وسبوع عشرين ليه ليش ناجم النادي الافريقي من الاربع خمسة جولات اخرين معانا انت وذي بالحق نحكي على تحط جمعية في تركينا راوت مش ليسالي حط جمعية في تركينا رازم يكون عنده فريق اه 18 جوار يشبه لبعضهم فنيا هذي عانتوا 18 قرابين في المسترار لبعضهم موجودين انا واضحين انا واضحين النادي الفريقي انا قلت عليه ممتاز جدا نحكي على مباراة البارح اللي هانا كنجي نعملها لتحليم تاعها ما غير جماهير لانا نادي فيقي راو عنده جمهور يأثر بطريقة غير عادية حتى انت متوسط يربحك به كيما نجمي كل عكس البارح في مباراة مستقبل سليمان والنادي الفريقي كانت ممتاز جدا على حسب الاختيارات اللي عملها على حسب انتيجها عندما كيما تقال لك اسلام نحكي ولا انتيج ايه كورتا قدم نتيج انتيجة ما نجمي كله فريق متوسط اما النادي الفريقي بش نكونوا واضحين ما زالت ما خلطتش بش حط فريق في في تركينة لازمها تكمل السيزان هذيه تزبط لها متهجش بالنفس الفريق بالنسبة المدرب يتكمل للاخر الفلسفة مدرب كل مدرب عليش احنا كي نحكيوه على مورينو ولا نحكيوه على غورديولا كي بتبدأ عنده فلسفة ووالله نبديوش يخينا له هذا فلسفة قاعد ناجح فيها يدور في الفكتيف ما هو شعن في مزايا على الناس اللي قاعد يهبط قاعد يعطي في مردود كم يعطيش مردود بش ناحيه خطر ما يكبر في عينه حتى حتى في التمارين فسر لهم قاعد لهم ارني انا هذي فلسفتي اللي يكون عنده وفهم حجوخ سيزان طويلة او البارح مثلا ربح خمسة اه ستين دقيقة رتح اللاعب الليبي كان في المنتخب عنده يسابق ديما ربح ونجح فيها كانت ناجم يكون سليمانت مركي دو زيرو راني انا اليوم نحكي ونقول مكروش نحن